من الوقت الرأس الأخدر جاب الجون في أصبحت النتيجة 2-1 الجون تحسب يا شباب صح؟ تحسب يبقى نتيجة 2-1 للرأس الأخدر وبالتالي الرأس الأخدر هو أول المجموعة لو لقدر الله حصل حاجة في المباراة اللي جاية ما بينك وما بين غانا شوف أنت حطيت نفسك أنا بوري بس حضراتكم كيف وضع منتخب مصر نفسه في مأزق كبير جدا صح؟ سكاننا أصلحتنا أن غانا تكسب عشان تخرج يعني إيه خلاص نحيد الرأس الأخدر وموزنبيك ونلعب عليهم إحنا الاتنين دوقت دخلت الرأس الكاب فردي دخلت في اللعبة وواضحنا طبعا من المباراة من السرد اللي إحنا شايفينه فريق قوي ولو عمل هجمات كتيرة على منتخب غانا ومنتخب غانا هيخش مباراة منتخب مصر ما عندوش نقطة أسابق وبالتالي هيلعب بكامل خلاص فعلا كل أمانة حياء أو موت لمصر وغانا الماتش الجاي نحن بتتكلم مصر دخل بنقطة غانا صفر كاففردي طبعا عندها موزنبيك وأعتقد هم مرشحين بالشكل ده يكسبوا يوصلوا النقطة ستة وبالتالي هنا كاففردي وصلت النقطة ستة كابت الإسلام خلاص صعد صعد مصر وغانا بقى يلعبوا على إيه على التاني وأفضل توالد ممكن أقول حاجة بقى كريم فضل طبعا المنتخب اللي عايز ياخد البطولة بتقول لغانا مصر عندها إمكانيات أقوى من غانا في كالعيدة حقيقة طب صحيح نحن عندنا سكواد نكسب أصلا الفريتين نصعد أول نصعد أول نصعد قرات صح؟ صح ولا هو بالكلام ولا هو بالأسماء بس لا مش بالأسماء لازم المطش الجاي أنا شايف أن منتخب مصر قادر أنه ياخد البطولة هتقول لي إزاي هقول لك الإمكانيات شغل هنا قادرين أنا شايف كده أنا شايف كده أنا شايف أن مصر قادرة أنه مصر أحسن من غانا وحسن من راس الأخدر وحسن من مزمبيك مئة مرة حقيقة غانا أصلا في تصفيات كاسا العالم خسرنا أول مطشين صح مصر عندها الإمكباز سنة إزاي يوظف اللعيبة صح؟ معود شعند ياسر إبراهيم خلاص المطش الجاي مفهوش هزار أرجع مروان أعطيها في المركز ستة ده أول نقطة مفيش هزار أربعة تلاتة تلاتة المنتخب مصر المطش الجاي ياسر إبراهيم جنب محمد عبد المنعم محمد هاني نحية اليمين نحية الشمال محمد حمدي أو فتوح محمد حمدي أنا شايفه سواء هو أو فتوح عادي طالما هتلعب بتلاتة ارتكاز الأخطاء اللي احنا شفناها النهاردة مش عايزينها تتكرر اتنين في وسط الملعب ما تنفعش تماما لازم أرجع لتلاتة بتوعي في وسط الملعب مروان أعطيها مش لازم اللعيب عشان محترف ألعبه مش لازم عشان إنني بيلعب في الأرسنة للاعبه أساسي من عندي مروان أعطيها بيلعب كاس عالم تلاتة دول ما يعودوش احتياطي الحد في مصر من وجهة نظر التلاتة دول يبقى مروان أعطيها رقم 6 حمدي فاتح نحية اليمين حيديك أريحية لمحمد صلاح إنه هو ما يقدرش لو أنت خايف إن صلاح ما بيدفعش أحط حمدي فاتح نحية اليمين حيريحك كتير قوي إمام عشور لعيب زي إمام ده ما يعودش احتياطي أحسن لعيب 8 في مصر أنا عندي إمكانيات وكواليتي أعلى من لعيبة غيانة ومن الرأس الأخضر عندي محمد صلاح نحية اليمين واحد من أحسن خمس لعيبة في العالم وتريزي جي وعندي مصطفى محمد أنا شايف إن منتخب مصر قادر بس محتاج إن الراجل يبطل عند روي فيتوريا ألعب واحد زايد واحد بيساوي اتنين الكرة مفاش عند الكرة خلاص أنا جربت حاجة الماتش اللي جاي أنا مدي عزر شوية للعيبة في الرطوبة الماتشدة الماتش اللي جاي مش حديهم عزر ليه؟ أنتوا تعودتوا على الأجواء محدش يقول لي بقى الرطوبة أنتوا بقى لكم خمس أيام وخمس أيام تانيين على يوم الخميس أنا شايف إن منتخب غانا عامل زي منتخب نيجيريا عامل زي منتخب كود دفوار بشوف كده إن اللعيب المصري اللعيب العربي تحديدا عنده انتماء لبلده أكتر من أي حد بيلعب بروح أكتر اللعيبة دي بيغلب عليها الفردية منتخب نيجيريا منتخب فردي منتخب غانا منتخب فردي أسماء بس يعني أندري أيو جوردين أيو آه أسماء كبيرة بس بيغلب عليهم الفردية إحنا مزتنا إن إحنا طول عمرنا منتخب مصر منتخب جماعي عنده روح فإحنا لازم لازم المطش الجاي نلعب بطريقة اللعب المناسبة إيه طريقة اللعب المناسبة؟ النهاردة مشكلة مصر الواضحة في وسط الملعب اللي خلت الناس تشوف حجازي وحش إيه؟ ممكن حجازي يبدأ المطش الجاي ويظهر بشكل كويس بس أنا حط تلاتة في وسط الملعب يأمنوه ماينفعش لعيب يبقى أنا بلعب هاي لاين وحط حجازي وحطت النيني كمان ستة مطبيعي أن ندفع مصر حينكشف لو لعبنا بتلاتة في وسط الملعب مروان عطية تحديداً اللي أنا شايف إنه هو كان أهم لعيب عند روي فيتوريا جي في بداية كاس الأمم ما يحطوش أساسي لازم مروان عطية يلعب في مكانه مروان عطية رقم ستة حمدي فاتح نحية اليمين إما ما ده الحل ده الحل هنبدأ بقى نقعد نحط زيزو نحية اليمين عشان صلاح ما بيدفعش والعب بربعة اربعة اتنين واعمل تدخل أدوار ووكشف دفاعي وحجازي يبقى قدام الناس بالشكل ده وهاني يطلع ومنزل عمر كمال طب مع عمر كمال برضو بصراحة لازم نديله حقه وأنا بعتبره واحد من أهم الصفقات اللي جات النادي الأهلي في يناير دلوقتي لعيد دولي لعيد نزل عمل جابها كويسة جدا في الناحية اليمين عمل عرضيات كتير فأنا شايف أن روي بيتوريا خلاص أنا بس يعني أنا أتمنى من عمر أنه هو ياخد باله من حاجة مش كل كرة ياخد يوم جاي ياخد على شماله وعملها بشماله لجوه إزاي؟ يعني أنا دايما كباكرايت أحب الباكرايت لما بيجري على الخط يعمل الأوفر بيمينه يعني طول الكرة على الخط ويرفع العربية لا لا يقولها بيرجع عمر بيرجع عمر بيعمل إيه؟ يعمل هو حيرفع وابقى قدامه فرصة أنه يرفع يوم جاي يلامم وعملها بشماله دخلها لجوه الجون فتبقى أسهل لأنها بتبقى بلونة أكتر لكن الكرة دي اللي هو بيمينه هو بيوجدها بشكل رائع فلو راح وعملها أوفر بالعرض وحد مصطفى محمد أو أحمد حسن كوكا أو محمد صلاح أي حد من الموجودين راح بتبقى أسهل لأنه بتبقى الكرة جاية قدامي لكن الكرة بتبقى دي جاية من ناحية تانية خالص فأنا شايف بصراحة منتخب مصر يا جماعة والله عنده الإمكانيات من اللعيبة والكواليتي أنه نقدر ناخده البطولة أنا شايف أن المنتخب بتاعنا منتخب قوي محتاج روي فيتوريا يعالج الأخطاء الموجودة وعلى فكرة يا كريم أنت فاكر الأرجنتين عملت ايه مع السعودية في أول ماتش في كاس العلم أرجنتين ساعتها خدوا قرارات سليمة يعني مثلا دور ميسي في الملعب وميسي أعتقد بنفس حالة صراحة عندنا يعني صراح نجم كبير كلاس ايه ما ما يفعلش تحط عليه وجبات دفعية عايزة استغله في الهجوم الرجل كان مفضل ميسي جزء كبير جدا عشان يخليه يركز في الحيط العالمية ما كانش فيه قفلة في الملعب حتى واحد من أفضل اللاعبين في الأرجنتين ساعتها كان ديبالا وديبالا في الملعب بيروح لنفس الأماكن اللي بيروح فيها ميسي ديبالا قاعد احتياطي ولم يشركه تقريبا في المونديال غير يعني دعاية معدودة وقابل في المباراة انتهت من واحد صالح كاففردي بهدف مقابل هدف وده بيصعد جدا 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 من موقف منتخب مصر نتيجة أزمة لنا نتيجة أزمة جبيرة جدا ليك لأنه يعني دخلت كله دخل في اللاعب كده لاربا خيرا مشكلة لو صعدت تاني هتقابل كودفوار لا 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 كودفوار كودفوار لو صعدت أول المغرب في دور التمانية لو صعدت أول لو صعدت تاني هتقابل كودفوار في كودفوار والثالث اللي هو أول المجموعات بقى يا السنغالية الجزائر يا السنغالية الجزائر أوكي طبعا إحنا الوقت واو نقطة مهمة كابت الإسلام إحنا عشان نطلع دلوقتي أول لازم نكسب المطشير الجاين صح عشان نبقى أول فيش أي مساحة تاني إلا إلا لو الراس اللي أقدر يتعدلت مثلا مع موزنبيك نحن نبقى أول موزنبيك